بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين صلاة التسابيح ما هي وهل تفعل وهل سيسن حسن أو هي بدعة إلى آخره الأصل في صلاة التسابيح هو الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود عن ابن عباس وله شاهد عند الترمذي من رواية أبي رافع نقرأ حديث ابن عباس طويل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطاه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة ثم تسجد فتقولها عشرة ثم ترفع رأسك فتقولها عشرة فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ففعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة الحديث ضعيف وكلمة ضعيف ليس معناها يعني كابوس مرعب أو أن هذا باطل لا ضعيف والقاعدة في هذا الباب عند علماء الإسلام أن الضعيف يعمل به في الفضائل وهذه من الفضائل ما هي الصلاة والصلاة خير مشروع الصلاة الآيات القرآنية التي تأمر بها كثيرة وفضلها في السنة ثابت ماذا فيها أيضا تسبيح التسبيح تقريبا يعني سور كثيرة في كتاب الله سبح اسم ربك سبح لله يسبح لله سبحان إلى آخرين إذن هي مشروع خير ليس فيه ما يخالف الدين غاية ما في الأمر أن الإسناد لم يصح وكلمة لم يصح عند أهل السنة وعند العلماء معناها أن هذا احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله هو احتمال كبير أنه قاله وكم من حديث ضعف إسناده وقد قاله النبي فعلا عليه الصلاة والسلام لكن هذه الأحاديث الضعيفة التي يعني لم يصح إسنادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم بها شيء مهم لم يفوت من الدين شيء يحتاجه الناس غاية ما في الأمر فضائل فالعلماء والصالحون خاصة مع التأكيد الذي في هذا الحديث يعني رواها ابو داود ورواها ترمذي يعني هذه كتب السنن هذه نعم فالعلماء وأكثر العلماء وأكثر الصالحين الذين عاصرناهم ورأينا عنهم وروينا عنهم تقريبا جميعهما كل من يعني أعلمه من العلماء والصالحين كان يفعل هذه الصلاة أخي كما في الحديث ولو مرة واحدة لو أن تفعلها مرة واحدة في عمرك عادة الناس يفعلونها في أوقات القربات في العشر الأخير من رمضان في ليلة القدر في كذا يعني ذات الأمر يسير إن لم تفعل صلاة التسابيح لا حرج ولا ضرر عليك ولكن المشكلة الكبرى من يعتقد أن من يفعل صلاة التسابيح هو مبتدع هذا دخل في حيز الابتداء إذ لا يبدع من عمل بالحديث الضعيف الحديث الضعيف أكثر العلماء يعملون به أكثر تقريبا يعني تستطيع أن تقول المذاهب الأربعة لا نعلم واحدا من المذاهب الأربعة إلا وقد عمل بأحاديث الضعيفة أبدا المذاهب الأربعة تعمل بأحاديث الضعيفة بل هناك إمام كأبي داود ربما نص على جواز العمل بالضعيف أو ربما فهم من كلامه حينما يقول وما سكدت عنه فهو صالح ما سكدت عنه فهو صالح فهو سكد عن أشياء كثيرة ضعيفة صالح للاحتجاج يعني هو ضعيف ولكنه صالح عنده والإمام أحمد روي عنه ربما من أكثر الأئمة الذين روي عنه التصريح بالعمل بالضعيف هو الإمام أحمد حيث قدمه على أقوال الرجال خاصة أن الأمر في الفضائل هذا واحد ثانيا أن الأمر لا يخالف شيئا من القضايا الدينية في الأحاديث الصحيحة أو في القرآن الكريم هنا مشكلة الذي يعمل بحديث ضعيف يخالف الصحيح هنا مشكلة فالعلماء الذين أجازوا العمل بالضعيف أجازوه بشرط أن لا يخالف الصحيح أما إثارة الفتن في هذا ونهي الناس بالقوة عن هذا هذا من شأن الخوارج ليس لك أن تفرض على الناس شيئا أنت لا تعتقده على فكرة العلماء الذين قالوا بالعمل به هم أنفسهم قالوا لك ضعيف يعني النووي رحمه الله قال لك ضعيف الشافعية في كتبهم ينصون على استحباب صلاة التسابيح وغير الشافعية ليس نووي من من حكم على حديث بالضعف فالقضية هذا حجمها قبل أن يخلق الله الألباني وهذه الطائفة قبل أن يخلق الله هذه الفرقة المسلمون هكذا وأظن يعني على إن لم تكن للذاكرة وقع في يدي قديمة رسالة للعلامة ابن ناصر الدين دمشقي على ما أذكر فيه جزء عن صلاة التسابيح أذكر هذا يعني عهدي به قديم فإذن يا أخي إن صليتها فحسن وإن لم تصليها فلمانع ولكن ليس لك أن تبدع من صلاها لأنه يأخذ بقول طائفة كبيرة من علماء الإسلام وإذا ما قمنا بدراسة حصرية للذين منعوا من الصحي من الضعيف من علماء الحقيقة ستجد أشياء محرجة جدا لك كل الذين روي عنهم العمل عدم العمل بالضعيف رووا أحادي الضعيفة طيب لماذا يروونها وجمعوها في أجزاء تصور يعني انظر مثلا لو جمع لي وحذر وقال هذا ضعيف لا تفعل لا تفعله يعني البخاري رحمه الله مما روي عنه عدم يعني الحاجة إلى الضعيف تجد المعلقات قال المعلقات غلقها بن حجر وفقد ماشي غلقها بن حجر الأدب المفرد ملي بالأحادي الضعيفة وتاريخ البخاري ملي بالأحادي الضعيفة وخلق أفعال العباد ملي بالأحادي الضعيفة فماذا نفعل لماذا يروي لنا هذا مسلم في مقدمة صحيحه أشياء ليست على شرطه إذن هي ضعيفة لأنها ليست على شرطه وهي في المقدمة وإضافة للأشياء التي هي أتى بها متابعات شواهد هذه لن نتكلم عنها الآن لأن أتى بها للتقوية فضلا عن مناهج الأئمة المتبوعين لذلك من وفقه الله لهذه الصلاة فليحمد الله تعالى ونطلب منكم الدعاء جميعا وهذه سنة الأولياء كما قلنا والصالحين صليناها مع شيخنا الشيخ عبد القادعيس رحمه الله ومع الحقيقة لا أريد أن أعد يعني يعني الكثرة الكاثرة من الصالحين كان يفعلون هذا نسأل الله القبول وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين ما صلىه فليدعو لنا هذا الذي نستطيع أن نقوله وبرك الله بكم ترجمة نانسي قنقر